اي اذية بتتعرض للعظام بتخلينا قدام الخوف من الكسور العظمية لكن لازم نعرف شي كتير مهم انه الاذيات بتتنوع حسب شدتها وممكن تخلينا مصابين بنوع من الردود العظمية او ممكن تكون فعلا كسور ولكن الفارق هو ألم وتدبير واستوب علاج واكيد لازم نميز بين الحالتين لحتى نحكي عن الموضوع اكتر رح يكون معنا اليوم الدكتور رائف ياسين استشاري امراض العظام وجراحة اهلا وسهلا فيك معنا على شاشة العالم السورية يسعد مساكن اهلا وسهلا فيك دكتور شكرا لكم لست ضعفتكم يا اهلا فيك يعني يمكن هاي من اكتر الاشياء اللي بتتصادف معك بالعيادة شخص جاي وخايف انه هو عنده كسر او بالعكس انه هو عنده مفكر انه بس رد فاي الاشياء وكيف نحنا بقدر نميز بيناتهم فيزيولوجيا تمام هلا طبعا في فرق شاسع بين الرد والكسر الردود اوقات بتكون مترافقة مع كسور والكسور بسبب الردود ممكن تعمل كسور كمان طبعا الردود هي رد على المباشر على الانسج الرخوي هالانسج الرخوي ممكن تعملنا نزف تحتها تعملنا ازرقاق بالجلد او احميرار وبعدين صفار هي تطورها طبعا الردود الى درجات معينة حسب مساحتها المساحة عندنا نحنا اقل من ثلاثة ميلي هاي درجة عادية درجة التانية هي بتكون بين ثلاثة ميلي لواحد سنتيمتر والدرجة المتقدمة نقولها الكدمة نحنا هي بين الواحد سنتيمتر لثلاثة سنتيمتر او بتاخد اكتر من مساحة الجلد طبعا في انه توصيف لها كمان الردود الردود هي ممكن تكون بسيطة خفيفة ممكن تكون متوسطة شدة ممكن تكون شديدة ممكن تكون خطيرة ممكن تكون حريجة طبعا كل واحدة الى وهي بعدنا بمجال الردود هذا الساعتنا بالردود طبعا البسيطة معالجة بسيطة مناخد شوية ادوية شوية مراهم بمشي الحال طبعا خلال عشر خمسة عشر يوم بيروح للمشكلة المتوسطة بدنا لازم نروح لعن الدكتور نفحص هل هي مترافقة مع ازية اوتار او ازية عضلية مثلا الخطيرة هون منقول انه صار عنا ازية باستفاق العضلية الصفاق العضلية هو الغلافة اللي بغطي العضلية ممكن تطلع العضلية لفوق هذا ممكن نحتاج انه نعمل لها جراحة وخياطة اذا مترافقة مع ازية اوتار مثلا او ازية اربطة مثل بتصير بعنق القدم مثلا التمزق البسيط اللي نحنا اوقات منكون نازيم العرصيف تفتل رجلنا تاني يوم بيمشي المريض عليها تاني يوم بيجي ورماني بيروح لعنده الطبيب بيقول له الله يصر حكي المفروض كنت تجي او منروح منحطه بمي صخني هذا غلط كتير اي رد لازم نعالجه بشي بارد مباشرة نحط شي بارد ومنا نستهوي فيه نروح لعند الطبيب اوقات تمزقات الاربطة اللي هون نحنا ما كتير من املة خاطر مثل ما بيقول ببلاد برا كنا نعمل لها عمل جراحي وخاصة للرياضيين تبعان هلي بيعملوا سكي بيصير عندهم تمزق الاربطة الجانبية تكون اصاباتهم اكتر شدة تاني امكانتا اياه شخص عادي بتكون اكبر شوي من الاصابات هاي تبعنا هون عم نعالجه اكتر الاوقات بعلاج محافظ عن طريق الجبس لثلاثة الى اربع اسابيع عم تعطي نتائج حلوة الاصابة الحريجة هون يبقى الكبيرة بقى هون ممكن تكون مترافقة مأزية عظم ممكن مترافقة مأزية وعائية نزف تحت وممكن هاي خطيرة وممكن تأدي الى الوفاة واحدة من الاصابات الكتير مهمة والمنقولها نحنا يعني متقدمة كتير ولازم ندير بالنا عليها هو شي اسمه تنازر الحجرات تنازر الحجرات بيصيب اكتر الاوقات بالساعد وبالصاق تمام من عزم الرضة والنزف الداخلي بيصير عنا توسع بيتبلش يتموت الجلد نضطر نعمل عمل جراحي سريع نقصص الجلد بخيطان طولية مشان نخفف التوتر وما تتموت العضلات بس هاي مرحلة كتير متقدمة دكتور لحدا ما يخافوا معنا المتابعين هي كتير يعني نسبة تقليل هاي بتصير اكتر الاوقات مشان ما نظلم بعضنا اكتر الاوقات بتصير مع بعض العمل الجراحي بس اوقات بتكون ممكن تصير انه معنا بعد رضة شديدة هاي الاعراض فيزيولوجيا وكتشخيص طبيب لنفترض هلأ شخص صار معه وممكن ست البيت هي وعم تحوث بالبيت ممكن يصير مع ايا ضربة ايا قصة تقول يلا بتمرق عادي فبدنا نعرف هلأ كيف ممكن هي تشخص حالتها قبل ما تروح عند طبيب المرحلة الاولى هلأ هي اول شي شكل الرضة اذا عملتنا وزمة يعني تورمت وصار في مشكلة كبيرة والقلم هدول اتنين هدول بشخصه انه فينا نروح بدنا نروح لعنط طبيب ولا نعالجها بالبيت اذا احنا اكلنا رضة ست البيت بتاكن رضة بالمطبخ بالغسالة يعني بشغل البيت البسيط ممكن تحط لها كمادة مي باردة او شوية تلج اذا لقيت انه خفت الوزمة وما عندنا مشكلة ممكن احنا بحاجة نروح لعنط طبيب بس للأسف في بعض الرضود نروح منجي منحط عليها رباط ضاغط من غير ما نروح لعنط طبيب هيك عم نقزي حاننا نحنا ممكن يصير في عنا وزمة تقطع التروية عن الطرف يصير عنا لا سمح الله تموت بنهايات الطرف وهون خطيرة كتير بشان هيك اي انا برأيي اي رض انه خلال 24 ساعة استمر القلم راجع لعنط طبيب ما بنا نروح على عيادة خاصة بنا نروح على عيادة مشافي الدولة المستوصفات ممكن ناخد خبرتون ويريحونا يعني دكتور من خلال كلامك شفنا انه في كتير تنوع بالردود نحنا يمكن فكرتنا انه الردود شي بسيط نتيجة مثل ما قالت يعني رؤى لحركة بالبيت لحركة غلط بالطريق لكن ننتقل هلا لنحكي عن الكسور يلي هي بمخينتنا الأصعب هذا مهم هذا تماما ونقدر نميز بيناتهم يعني نحنا كأشخاص عاديين كيف انه انا مصابة بيرد او بكسر نحنا كأشخاص عاديين ممكن نلاحظ نوع من انواع الكسور المتبدلة يعني شلون تغير شكل اليد تغير شكل الرجل صارت ميلة بيحسها بتقولك فلتاني تحتي تمام هون هيدا الكسور المتبدلة مع ألم شديد دكتور مع ألم شديد طبعا الكسر يترافق مع ألم شديد كتير هلا نحنا بنا نوزع الكسور على مرحلتين عمريات الأطفال وما بعد البلوغ وفينا نحكي على مرحلة يعني بداية الشيخوخة مثلا تماما أو بداية هشاشة العظم عن السيدات هلا عند الأطفال الملاحظ دائما كتير أوقات بيصير عنا نوعين من الكسور إما كسر غسل نظير منسميه هذا الكسر بيكون يعني بسيط كتير بالعامة منقول له شعر نحنا كتير أوقات بيكون الطفل واقع بالمدرسة وما بده يقول لأهله بتلاقي يوم 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 لا لا يعني هو هذا ما بيجع غير إذا كبستي عليه يوم يومين لا مو بالضرورة كمان بدنا نلفت نظر السادة للمشاهدين مو بالضرورة أي كسر يعمل تورم تمام أما الرد بيعمل تورم تمام تمام مثلا عندي حالة بالعياد جيت لعندي عم بفحص الطفل قلت له لأمه أنه مكسور قال دكتور مستحيل يكون مكسور مو ورماني قلت له أكيد بنعمل صورة بنتأكد راح تعمل الصورة واجت مغجولة قلت بقى قرأت التقرير بين ما اجتنا عندي قلت فعلا مكسور دكتور إذا كسر الغصر النظير شلون أوقات ممكن يكتشفوا العائلة الأم هي وعم تلبس ابنها رايح على المدرسة الصباح على الحركة ممكن يعمل ألم تمام مشان هيك نحن أي رد عند الأطفال الطفل ما بيقدر يعبر عن آلية الوجع تبعه معلش نروح نعمل صورة أو نفحص عن الطبيب تمام هدول الكسور الشائعة بالمرحلة الطفولة في عنا كسر مهم كتير عند الأطفال هو كسر فوق اللقمتين بالعضب بالمرفق عفوا الكسر هذا دائما سقوط على المرفقين بيعدي إلى كسر وغالبا بيكون هذا الكسر متبدل تمام بقى مشان هيك أنا كتير أو بيكون غير متبدل بيجو الأب بيحرق له إيده للولد بيقول له ما فيك شي بيبدل له الكسر هون الغلط هذا الشائع كتير عندنا ومنشوفه نحن وقت بيكون عندنا أي طفل رد على المرفقين نصيحة سبتوله يا برأبتو وروحوا فحصوه عن الطبيب أو عملوا صورة شعائية ما يكون في أي تصرف من ذلك لأنه منحول الكسر الغير متبدل اللي ممكن علاجه بجهاز جبسي لمدة ثلاثة أسابيع أو أربع أسابيع لكسر متبدل صار بده جراحة سياخ أو صفيحة أو براغي وجبسين لمدة أربع إلى ستة أسابيع وما أننا مضطرين نعمل هذه الأساسات تمام دكتور حكينا رحنا بكتير لموضوع الكسر موضوع الردود أغلب يعني يمكن تكون شغلات بسيطة مشان ما توصل لمرحلة متقدمة نحتاج لجراحة أو لعلاج كبير في علاجات ممكن تكون منزلية أو حتى علاجات طبية بسيطة للردود هلأ الردود مثل ما حكينا نحن عنا ثلاثة شغلات ممكن نعمل لهم علاج أول شيء كمادة مي باردة مهمة كتير ما نحط ضغريب مي صخنة هذا غلط كتير لأنه منوسع الأوعية بيزيد النزل في جوا المرحلة الثانية ممكن نحط له أرباط ضاغط خفيف تمام أو مشد المرحلة الثالثة ممكن ناخد له مضاد وزمة وممكن نعمل له شوية مراهم بس المرهم وقت ندهنه ما ندعك فيه بس مسحوك أكتر المراهم هلأ اخترعوها جل مشان ما تزعج الإرنة المصابة يعني نفس الشيء إذا كان الرد بسيط ولا خطير أنا لهك عن سؤالية نفس عموية بمراحلة بمراحلة تمام أما الخطيرة وشديدة الخطر والحرجة قولا واحدة من الروحة المشفى يقيمها طبيب الإسعاف وقد يضطر أنه يطلب طبيب اختصاصي إما جراحة عظمية أو جراحة عصبية ليقيموا الحالة بشكل كامل وكثير أوقات في مناطق من الردود الصورة لا تظهرها تضطري تعملي طبقي محوري أو رانين حتى أنت تعد شخص في الحالة إذا فيه أزية وترية أو عضلية معها يعني دكتور إذا بنا نعطي هيك مجموعة من الإشارات يلي بتميز بين الرد والكسر مثل ما ذكرت حضرتك التورم شو كمان ممكن يكون فيه أشياء تانية خاصة ينتبهوا لإلى الأهل كونه حكينا عن الكسور عند الأطفال وهنا أكتر حدا لازم يكون يتصرف صح تمام أهم شيء إنه نحنا نتطلع يعني إذا كان رد على المعسم نحاول نكبس له بشكل بسيط إذا فيه ألم ضغري عند الطبيب مو برجع منحكي مو بالضرورة إنه أي كسر يعمل تورم وهذا الشائع عندنا إنه إيه ما ورمت إيده مشان هيك ما أجينا لعند الدكتور هذا غلط تمام؟ لقينا نحنا فيه شي غلط موجوع ما عم يقدر يحرك إيده ما عم يقدر يعرج الطفل هو عم يمشي ما ناخده ببسيطة إنه لو مكسور ما بيمشي لا هلأ بعزمي الساق مثلا بالساق فيه عظمتين ممكن تكون مكسورة واحدة والتانية عم تلقيها ممكن مثل ما حكينا كسر غصر نظير يكون شعر بسيط يقدر يدوس عليه بس إذا تفركش ووقع حول الكسر لكسر متبدي صار بدنا عملية وصفائح وبراغي أو أسياخ حرام نصر لهيك مرحلة الأطفال غالبا بيعانوا من موضوع تاني وموضوع إنه بتفك إيده أو بتفك عند المعصى من نتيجة الحركات الخاطئة هذا الشيء من السلمية اسمه المرفق المجدود نحنا ممكن الأب أو الأطفال عم يلعبوا مع بعضهم تلاقي لحظة من اللحظات حركة غلط ووقف الطفل ما قدر يحرك إيده تماماً هون بيصير في عنا بيكون عنا سبب الأساسي ونقص فيتامين دال بنروح على المستشفى بيجي الطبيب بحركة معينة بيرجع على محلة بس طبعاً نحنا دائماً قبل ما نعمل هاي الحركة بنعمل صورة شعاعية مشان ما تكون مترافقة مع كسر بعدين يتهموك الأهل إنه إنتي كسرت إيده تماماً إمتى ما لقينا الأمور بسيطة بتتحرك حركة بسيطة ومنطلب من الأهل يجيبوا إبرة البيتامين دال ومنعطيه إبرة البيتامين دال للطفل وترجع أمورنا طبيعية بيتفاجأوا الأهل إنه كان مثل المشلولة إيده طلع من المشفى عم يمشي ما في شيء وحركة وكله طبيعي هاي شائعة كتير عند الأطفال المرفق المشدود مثل ما حكينا مع كسور فوق اللقمتين عند الأطفال تماماً تدخلينا دكتور هلنا ننتقل للمرحلة العمرية يلي بعدها يلي البالغين ونحكي عن أشياء أنواع الكسور عندهم عند البالغين أشياء أنواع الكسور عند الرياضيين مثلاً كسر عزمي الساق رد مباشر أو حركة غلط أو بالملاعب تماماً أو حادث سير بيصير في كسر عزمي الساق ممكن يكون عندنا كسر كمان بالضاغصة كنا ساقين سيارة بالركبة ويوهة تماماً بالصابونة صار فيه حادث ممكن أن الركبة تضلب بالطابلو بتعملنا كسر بالضاغصة ممكن يكون عندنا كسور بالفخز هادول عند الشباب نلاقيهم كتير بجسم الفخز تماماً هادول طبعاً أكتر أو تسعين بالمئة منهم بيكون كسور متبدلة وبحاجة جراحة بمعنى أن العظم يتحرك من مكانه يتبدل من مكانه بتكون إما متبدلة أو متفتت الكسر متبدل مع شزايا عظمية فيه إصابة كتير شائعة تصير هي سبب الرضة وبتأدي إلى كسور شو هي؟ كسور عنق القدم كسر بنسميه كسر الكعبين الكعب الأنسي والوحشي هذا وقت بتفتل الرجل فيه أوثار وفيه عضلات ممكن تأدي إلى كسر وهون بكتير من هالحالات نضطر إلى عمل جراحي حتى صفيحة صغيرة وبراغي لحتى نقدر نرجع الأمور الطبيعية لأنه منطقة حساسة هي عنق القدم بدنا المريض يتحرك بسرعة ما نجاب في مدة طويلة لأنه المدة الطويلة بيروح الكرس بيصير عنا شيء اسمه تنازر صوديك بتصير بده معالجة فيزيائية مضاعفات كثيرة ما أننا مضطرين نصل لها خلينا هكا نختم ونحكي عن الفرق بالمعالجة بين الردود والكسور شو هو تدبير الردود وكيف يكون تدبير الكسور لا تدبير الردود حكينا هو علاج محافظ دائما غير بد مرحلة الخطرة أو الخطرة الشدة الخطورة أو الحريجية هذول ممكن نعمل تداخلات جراحية إذا بتكون مترافقة مع كسور طبعا أو تمزق أربطة أو أوتار أو عضلة على العلاج المحافظ دكتور للمتابعين العلاج المحافظ يعني بدون جراحة مثل ما حكينا هو مرهم كمادة باردة راحة الطرف المصاب إن كان إيد ولا رجل ومشدات بمشي الحال كثير بمشي الحال تمام بس إذا استمر الأدنى من أكثر من 24 ساعة أنا بنصح السادة للمشاهدين إنه نروح نفحص عن الطبيب مشان نقيم الحالة بشكل مصبوط أما بالنسبة للعلاج عند الكسور المتبدلة طبعا في عنا كسور متبدلة وغير متبدلة الكسور الغير متبدلة علاجها كمان منسميه علاج محافظ بس عن طريق الجبس تمام إما منحط جبيرة خلفية أو جهاز بلاستيكي جبسي على الفترة الزمنية اللي لازم كل عظمة إلى فترة زمنية معينة لمدة الشفاء طبعا بنعمل صورة مراقبة كل أسبوع مشان ما يتبدل الكسر عنها كتير أوقات بيجي المريض بتقول له تعاكل أسبوع بيروح بيغيب شهر بيرجع بيلاقي الكسر متبدل شنون بيتبدل الكسر؟ نحن أوقات منحط الجبيرة على إيد ورماني تماما بعد ما يروح الوران بتصير بتخض الجبيرة ممكن يتبدل الكسر تمام في عنا كسور كمان مهمة كتير مع الهشاشة كسور العامود الفقري عند كبار السن تمام هذا من إنه المرض الصامت تماما ما بيحس فيه السيدات خاصة أنتوا يعني بتتعانوا كتير من هشاشة العظم غير وقت بيصير عندها انهدام فقرة انهدام الفقرة هي كسر بجسم الفقرة بتلاقي السيدات مثلا ستك وستي ووالدتك ووالدتي بعد عمر معين بتقلك أنا عم بقصر هذا الحكي مضبوط لأنه الفقرة عم تنضغط عم يخف الحجم تبعها عم يصير فيه قصر أو يصير معها حدب كماني هوني أوقات كتير منضطر أنه نعمل نحن تثبيت الصفائح وبراغي للعامود الفقري بشان ما يعمل لأزياء عصبية شكرا كتير لوجودك معنا الدكتور رائف ياسين استشاري أمراض العظام وجراحدة شكرا إليك وشكرا لكم ولأصدافتكم للقناة